موسيقى 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 اللي بغينا يكون يكون اللي بغينا يكون تحية تشغينا الصحية وتحية الإيطانية أحمد قرقائي مقرر للنقابة الوطنية الصحة العمومية لغضو مؤسس الفدرالية الدموقراطية للشغل بالمركز الشفائي الجامي كيف تعرف الجميع وشفاء بنو النفيس تعرف واحد المجموعة من النفيس مجموعة ديال المشاكل سنصلط الضوء على بعض منها المهمة خصوصا بالمشاكل كان الاستشفاء الطبقي وذلك من خلال رصد ميزانية مهمة ميزانية الأسد لخلق وحدات مؤدا عنها في حين أن فئات الطبقات الشعرية لازالت في وحدات صحية مو كداسة من الكتبعات من الكتبعات رشك شخص من التاريجان ممكن هذه النقطة عديمة من الكتبعات بشكل جيد طبقات لم يشيد انه المساولة هناك منطقة cochرة هناك الكثير من الاختضاض وقد تكون مجموعة المشاكل وفي المحكمة هناك منزح انظر هناك غير انسانية واغر Lavenda ومنتظم الواجبات التي تتقدم اليوم هي وجبات لا تحترم لسلامة ولا الجودة الغذائية هنا تنهضوا على الاستشفاء الطبقي استشفاء الطبقة الميسورة في كلينيك واستشفاء الطبقة الشابية المهماشة في مجموعة الوحدات التي يعيش في الاقتضاد وانتشار الأمراض مثل القمل وانتشار الأمراض مثل المجموعة المسائل وإدارة المستشفاء تهتم بجانب استشفاء الطبقي لتصوّق صورة غير حقيقية عن المستشفاء المسؤولين تقومون بجانب الموضع من المستشفاء وهو المصلحة العلاج النفسي النهاري وهو المصلحة العلاج النفسي النهاري وهو طاقم كبير من المماريضين وهو طاقم كبير من المماريضين التي تنزف المستشفاء في حين أن الوحدات الخراب حاجة للمماريضين وكانت مجموعة طاقم الطمريضي لتقومون بمهم كبير من المماريضين مثل البستانة طبخ المصرح الرياضة يعني هذا شيء ما دخلش في المجموعة الاختصاص وإضافة الاختلالات التي كانت في المطبخ المركزي التايارة وهو مهمة بثاف وكان هناك عدة مرسلات موظفين تشير لهذه النقطة لأن تسجلوا اختلالات من خلال المراقبة ولكن الإضارة غضت طرف على هذا الأمر هي واجبات لا تحطر معايير السلامة ولا الجودة الغذائية وتقدم المرضى وتقدم الموظفين 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 يدفعون الرياضة لتدخل وتدخل الدعائر والغرامات على الشركة لتحسين الجودة الغذائية ولكن لا حياة لمن تنادي لأننا نستكترون التصرفات والآدان الصماء في الإدارة لا نعرف ما هي استهطار بمعنى الكلمة هذا استهطار إداري بيّن وواضح نستكترون هذه المسائل في النقاد الوطني الصحة العمومية في المركز الشفاء الجانب شكرا المؤمن إبراهيم نقاد الوطني الصحة العمومية في الدرس المقل الآن كيف كانت تشوفوا أن هذا اعتصام ثاني اللي كيتدرف مشوفه بن نفس بعد الاعتصام الأول ماذا واقع؟ طرف مزرية درنا الاعتصام الأول عيطولنا في الإدارة العمى درنا محضر والمديرة بالحرف رافضت من فيد هاد المحضرات ونحن هناك بين قوسين اللوبي الموسيّر لدى المركز الشفاء الجامعي أن نحتى المدير العام عجز لكي نفيد المحضر موقع من المدير العام بالنياب أقبل منه نحن بعد جميع المحاولات قررنا إعادة الاعتصام لشي واحد هو تنفيد مضامين ما جاء في المحضر الأول والعلم يكون فهذا المشاكل الطب النفسي في الجهة كلها تعاني نفس المشاكل ونحن نقوم بتقليد حتجاجه ونحن نقوم بتقليد مصالح الممتفين ليس نقوم بتقليد مصالح المصالح الممتفين لأن المعضلة خاصة والتخصى وخصومة يستطيع حتى أمدوا من محتوى حتى يتحسن الدور أنا لديه المساكل وسائل يجب أن يجب أن يكون هناك محل المستدود فيه لن يكون هناك خطر على نفسه وعلى الأخير منهم دور في التغذية ومنهم النظافة ديال النزالة حتى النظافة ديرهم ما كانت خلقها مشكلة ومنهم 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 ما جاء في البلغ ديالنا دوك حنا الآن في اعتصام ثاني أول مطلب ديالنا الأول هو تنفيد نحن ما كانت لبوشي حاجة خلوش محضر موقع من المدير العام ينزلوا على أرض الواقع وينفيده فيما يخص بالمناسبة حتى مشفى سعادة يعتصمون في المديرية الجهوية دوك هذا كيطرح نقطة استفام حول واقع الصحة النفسية بجياء الآن مدينة القلعة أيضا المشفى لا يشكوه من سوء التدبيع حيث أن مؤمن رادي المخصصين في الصحة النفسية حولوا لهم التعيين والدوم المشفى في حيث أن الصحة النفسية يجيب ليها ليش بتي ليها في الموظفين ما يكفيش أغيزون جوج المرضى الواحد الموظفين وهالعار يكفيوا لهم الموظفين أعتصام في بنو نفيس وأعتصام المديرات الجهوية يطرحوا أكثر من علامات استفام حول الحالة ديال الطب النفسي في مدينة مراش واللي الكارثة الكبيرة هو وجبات مقيل للبوية عمر ما يقولون؟ يقولون بأن الوزير والحكومة الأولى يتباهوا بكارماء ما تكارماء نحن لا تكارماء إلا إنحيطات الكارماء ديال النزلة وعندك لنا نقول شي صريح بأن الظروف ديالهم أبوية عمر أحسن مسعدة بعد مسعدة الأشي أن الماء يسيل من الشقق وتشراء عيناتو الجنويلة وعندما يكون مدينة أبوية عيناتو الجنويلة وعندما يتحدث مضايا وعندما يكون المدينة فوجد كارماء ماهو الكارماء؟ إلا الوزير والحكومة يتباهوا هذا الكارماء فهنا نقوم بعمل في القامس السبع أستاذ الإستشفاء الطبقي السبع أستاذ تسأل أنهم شخصة وغلية جارة وكما تفهمت أننا في بنونافس كي نحن المعضوبي عليهم وكي نس تبقى البرج وزيال كبيرا في حين أنه لطدوكي باسوا أنه معدال لإستشفاف هذه المرحلة التي فيها الناس الضعفة كبيرة بكثير و تستدعي ما يخرجون المرضى؟ ومع المصلاحة غير خوية لماذا بنيت ؟ لماذا تبنيت ؟ لماذا تبنيت يمتونها سيقول لنا أترك معه لا يحضر لقوسين أو سأريد أن تضعه ويمكننا لنا أنه الطاقة الاستيعابية أحدها لا يوجد طاقة الاستيعابية فهذا ليس بالفعل وبالتالي نجد المرضى قامت بل المصلاحة لأنها مغرب وبرامج والبنائة يتدار الجماعة المواطنين في هذه السياسة السليمة ولكن مغرب رقم واحده مغرب رقم جوش فهذا نقطة الاستفادة نعطيهكم وحنا كفا عرفين تهضروا عليها بالنسبة لهذه وحدة الخاصة وشكي مبالغ مؤد عنها يباهظة التمان؟ احنا ما عارفينش نعطيه الوحدة خاصة هنا يأتي الناس هنا بس اليوم يدخلون لها وماذا يخلصوها أو لا يخلصوها وفي الغالب هذه الطبقة التي يأتي الناس يأتي الوحدة بين قصتين مضمونين فالآداء نحن لا نشأل حتى علم ولكن الناس يأتي البرسنتاج كبير يأتي الوحدات من ناحية الأغدية من ناحية المعدات فهذه كلينك هذه فهذه خمسة نجوم وهذه خمسة نجوم تحت الصفة شكرا لكم شكرا فاتنسوا اشتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصدق الجديد